بعدما فارت تصريحات أحد النواب حول انتماء سبعة وثلاثين ألفا من البدون ميليشيات عسكرية خارجية العديد من علامات الاستفهام نفى رئيس مجلس الأمة بالإناب مبارك الخرينج هذه المعلومة مشيرا لأنه بعد اتصاله بسم رئيس مجلس الوزراء شيخ جابر لمبارك اتضح أنه لا صحة لمثل هذه المعلومات وهو الأمر الذي أكدته أيضا لجنة حقوق الإنسان بعد اجتماعها اليوم بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددية جنسية هذه التصريحات تزامنت مع تصريحات نيابية أخرى عادت معها نغمة التلويح بالاستجواب بعدما هدد عدد من النواب باستجواب وزير الدفاع على خلفية توقيعه لاتفاقيات رأاها هؤلاء النواب بأنها تبديد للمال العام على الرغم من الإصرار الواضح لدى مجلس الأمة على تأجيل كافة الاستجوابات خلال المرحلة الحالية أعلن النائب محمد الرشيد نيته تقديم استجواب لوزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد حال توقيعه على عدد من العقود المبرى بين الوزارة وشركات محلية وعالمية والتي غدم بها الرشيد ونواب آخرون أسئلة برلمانية مشددا على ضرورة إجابة الوزير عن الأسئلة بأقرب وقت الأسئلة حول بعض الموضوعات والشبهات في العقود التي أبرمتها الوزارة مع شركات محلية أو أجنبية وحفاظا مننا على المال العام فإننا أمام الجميع نحذر وزير الدفاع من توقيع أي عقد قبل الإجابة على الأسئلة ونقول في حال برام أي عقد في تلك الفترة فلن يكون لدينا خيار سوى الاستجواب يا وزير الدفاع وبالتالي ستصعد المنصة لكي تجاوب على محاور الاستجواب من جهة أخرى غرت اللجنة المالية عددا من التعديلات على مرسوم خصغصة الكويتية التي كان من أهمها استلامه مؤجل الصرف لرواتبهم على الفور وبأثر الرجعي لينهي التعديل بذلك معاناة عدد من منتسب الكويتية الذين تم إحالتهم للتقاعد دون استلامهم لرواتبهم مؤجلين الصرف يستلمون رواتبهم فورا بأثر رجعي من تاريخ التقاعد النسبة الخمسة في المئة الممنوحة للموظفين راح يكون ثلاثة في المئة توزع للمجان إلى الموظفين الباقين في المؤسسة اثنين في المئة راح تتوزع للمتقاعدين اللي ما شملهم القانون من جانب آخر نفى رئيس لجنة حقوق الإنسان والبدون البرلماني نائب خالد العدوى بعد اجتماعه مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع البدون التصليحات التي أدل بها أحد النواب عن انتماء سبعة وثلاثين ألفا من البدون لميليشيات عسكرية خارجية وأشار العدوى إلى أن الجهاز أبلقه عن رفع ما يقارب خمسمائة ملف للتجنيس تفعيلا لقانون التجنيس لهذا العام تأكدنا من موضوع أثير في الآوين الأخيرة ما يتعلق بأن هناك سبعة وثلاثين ألف وردت أسماءهم وأنهم دخلاء على فئة البدون واتضح مع تقديرنا واحترامنا لكل من ناقش مثل هذه المواضيع سلبا أو إيجابا اتضح للجنة بأن هذه المعلومة غير صحيحة الجدير بالذكر أن اللجنة التشريعية البرلمانية رفعت للمجلس اليوم ثلاثة قوانين تمهيدا للتصويت عليها وهي قوانين البيئة والاتصالات والعمالة المنزلية حمد النبهان من مجلس الأمة قناة الكوت ترجمة نانسي قنقر